قدم ثلاثة طلب العلم إن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب روى أبو داود التلبذي أربعة تعليم الناس الخير معلم الناس الخير هنيئا له قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت أكبر واحد أصغر واحد في الحيوانات والكائنات حتى النملة في جحرها وحتى الحوت طبعا وكل ما بينهما كل الحيوانات الأخرى والمخلوقات بس هو يعني عطانا الصغير والكبير لكن شامل كل حيوان في العالم كل دابة في العالم كل دابة يا جماعة كل دابة في العالم إن الله وملائكته وأهل السماوات أهل السماوات الملائكة الحور العين الولدان المخلدون أهل السماوات إن الله وملائكته وأهل السماوات طبعا السماوات فيها أرواح أنبيا وشهداء وصعدت إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على يدعون لمن من كل العدد الهائل الهائل هذا العدد الهائل لا يصلون على معلم الناس الخيرا رواوة التنميذية وحديث صحيح بالله يا جماعة هذا ما هو دافع لنا جميعا لك لكي له لي لنا أن نجتهد في تعليم الناس الخير والله صحيح علم الفاتحة علم معاني القرآن علم قصار السور علم الأحاديث أربعين النووية غيرها معاني الأحاديث علم الناس أحكام الفقه الحلال الحرام تفسير علم الناس الأداب الأخلاق السيرة النبوية علم الناس الخير علم الخير لو اشتغلنا والله في تعليم الخير لن محى جهل كثير وزالت بدع كثيرة وكذلك تغيرت منكرات ومعاصي وصار بدلا منها طاعات علم نور إيمان هدايا عند الناس علم في المسجد علم في المنبر علم في الإعلام علم في مواقع التواصل والفيسبوك علم في رسائل الواتس آب علم في البريد الإلكتروني ورسائل الجوال علم بالاتصال علم بدروس بيتية علم في الديوانيات علم في ملتقى الحارة علم لما تجتمع الشلة معك وتجتمع معها مع أصحابك علم في اجتماع الأقارب علم في اجتماع العيد القادم علم كل مكان تستطيع أن تصل إليه تعلم علم علم يا جماعة علموا الخير علموا الخير علم التوحيد علم السنة علم صفات الله علمهم معاني أسماء الله العظيمة الحسنة علمهم صفة الجنة والنار اليوم الآخر وماذا يوجد فيه وما هم مقبلون عليه في الآخرة علمهم تفسير سورة الفاتحة وقصار السور علمهم علمهم أحاديث وشروح الأحاديث والأحكام علموا أداب علموا أخلاق علموا إيمانيات رقائق علموا سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم علموا سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم علموا حياة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم علم الخير علموا الخير خير أي شيء اسمه خير شيء ينفع الناس في دينهم ودنياهم علموا خير كيف حتى يتوقع أشياء يعني من الآفات اللي في الجسد شيء يتعلق بالطب علموا كيف يتوقع آفات في البيت في الحياة يعني أشياء من علوم الدفاع المدني السلامة إجراءات السلامة والوقاية أي شيء خير وراس الخير الدين علموا الدين الكتاب والسنة علوم الكتاب والسنة يعني واحد لو بس كذا يتخيل يعني إن الله وملائكته أهل السماوات وأهل الأرض وحتى النملة في الجحر حتى الحوت في البحر وكل الدواب لا يصلون على معلم الناس الخير وخليها بالنية خالصة لله وشوف الأجر كيف سي يعني يوم القيامة ما لك إلا صحفاً منشرة فيها أدعية البررة ومخلوقات الله الكثير المتكافرة غيره أعمال الملائكة تصلي على أصحابها إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين رواب الحبان الحسن والألباني سحور أليس يعين على العبادة أليس جعلك أبعد عن ألم الجوع والعصبية والنرفزة ويقويك على العبادة في بركة مخالفة إلى الكتاب غيره ما صلى علي أحد صلاة إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي شوف لحظة لحظ إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي فليقل عبد من ذلك أو ليكثر راه الإمام أحمد وابن ماجا وحسنه الألباني تقول الله ما صلي علي محمد عشر مرات مئة مرة ألف مرة أنت وما كل ما أنت جارس تصلي عليه صلى الله عليه وسلم وهي تصلي عليك تدعو لك الملائكة تصلي عليك غيره ما من مسلم يعود مسلما غدوة يعني صباحا ما من مسلم يعود مسلما غدوة ترح له في المستشفى مريض تمر عليه في البيت ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك سبعون ألف أربع صفاق سبعون ألف ملك سبعون ألف ملك حتى يمسي يعني من الصباح إلى المساء إذا كان المساء يبدأ العصر يعني الساعة أربعة وإن ترح تله الساعة ثمانية الصباح من الساعة ثمانية للساعة أربعة ثمان ساعات الملائكة شغال صلاة عليك وَإِنْ عَدَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ في الجنة الخريف خرافة الجنة مجتنى الثمار الثمار إذا اجتنيت هذا خريف في الجنة عندك محصول محصول رواها أبو داود الترمذي وَبِلْمَاجَةً هذه بعض الأعمال بعض الأعمال ما هو كل الأعمال بعض الأعمال التي تصلي الملائكة على أصحابها بعدين شوف ملك هذا يعني مجاب الدعوة ما عصى الله الذين يدعون لك ما هو عصات مقصرون الذين يدعون لك لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يمكن بعضكم يقول ممكن تعيد لنا هذه الأشياء التي ذكرتها حتى نثبتها ونجتهد فيها خذ معي مرة ثانية واحد انتظار صلاة الجماعة والجلوس بعد الصلاة في المسجد وأعظم منه انتظار الصلاة بعد الصلاة اثنين الصف الأول ثلاثة طلب العلم أي وسيلة عن طريق قناة موقع كتاب حلقة ذكر حلقة علم تروح للعالم أي وسيلة أربعة تعليم الناس الخير خمسة السحور ستة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عيادة المريض هذه سبعة أعمل سبعة يا جماعة من يعدها لنا من يعدها لنا سبعة عيادة المريض ما أكثر المرضى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم السحور تعليم الناس الخير طلب العلم صف الأول انتظار الصلاة سبعة يا الله وفقنا لما يرضيك يا الله وفقنا لما تحب واجعل عملنا خالصا لوجهك ım ترجمة نانسي قنقر